بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم في الآية السابقة كان الحديث عن الإيمان بالله والإيمان بما أنزل إلى الأنبياء جميعا فهذا هو الحق فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا يعني فإن آمن غير المسلمين من سائر الأديان والفرق بمثل إيمانكم بالله وبجميع الأنبياء كما تؤمنون أنتم أيها المسلمون فقد اهتدوا إلى الحق فالهداية مو مجرد انتحال دين من الأديان كاليهودية والنصرانية بل لابد أن تكون الهداية كما أمر بها الله تبارك وتعالى من التوحيد والإيمان بجميع الأنبياء وإن تولوا وأعرضوا عن مثل هذا الإيمان ولازموا طريقتهم المنحرفة فإنما هم في شقاق أي في خلاف الشقاق يعني مخالفة الحق ومعاندته فهم في شق وأنتم في شق لكن أيها المسلمون لا تحزنوا من شقاقهم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن الله يكفيك يا رسول الله وينصرك عليهم الكفاية بمعنى بلوغ الغاية يعني أن الله تبارك وتعالى يمنعكم من أذى اليهود والنصارى ويوصلكم أيها المسلمون إلى غايتكم فلا يتمكنون من أذاكم ولكم النصر عليهم وهو السميع العليم فإن الله تبارك وتعالى هو السميع لأقوالكم العليم بأعمالكم ونواياكم وكأن في هذه الآية تسكين لرسول الله صلى الله عليه وآله ووعد له بالحفظ والناصر لأن قوة اليهود والنصارى المادية والعسكرية والدول التي كانت وراءهم هذه كانت قوة مرعبة جدا لكن الله تبارك وتعالى يحق الحق بكلماته وينصر رسله فيرد كيدهم في نحورهم وهذه هي سنة الله تبارك وتعالى في هذا الكون صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون اتبعوا أيها المسلمون صبغة الله أو قولوا أيها المسلمون لقد صبغنا الله بصبغة الإيمان فإن لكل جماعة لونا خاصا والمسلمون لهم لون الإسلام وهو اللون الذي اختاره الله لهم وهذه هي الحالة والكيفية التي يريدها الله تبارك وتعالى للناس قاطبة وهي الإسلام وإنما سميت صبغة تشبيها بالألوان المحسوسة كل طريقة اللي يتبعها الإنسان هذه الطريقة لها لون لكنها لون غير محسوس فاتبعوا صبغة الله واصبغوا أنفسكم بها ومن أحسن من الله صبغة هذا استفهم إنكاري يعني لا صبغة أحسن من صبغة الله ودينه والتي جعلها الله تبارك وتعالى في الفطرة ودل عليها العاقل وربما يقال أن وجه التسمية بالصبغة أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم ومن يريد الدخول في دينهم بماء أصفر يعمدونهم فيه ويقولون بهذا التعميد تكتمل نصرانيتهم فنزلت الآية من باب المشابهة والمشاكلة مثل قوله سبحانه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك اللي الله تبارك وتعالى ما عنده نفس ولكن أطلق عليها النفس باعتبار المشابهة والمشاكلة فمعنى الآية أنه لا خير في هذا الاستباغ بل الخير كل الخير في الاستباغ بصبغة الله تبارك وتعالى ونحن له عابدون لا لغيره من الشركاء الذين أنتم تعبدونها مع الله أو من دون الله فالمسلمون يعبدون الله تبارك وتعالى لا غير وفي هذه الآيات جمع الله تبارك وتعالى بين العقيدة والقول والعمل ففي الآية رقم 138 أشار إلى الاعتقاد والقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا هذا في القول وفي الاعتقاد ونحن له مسلمون وفي هذه الآية يتطرق إلى جانب العمل ونحن له عابدون وقد ورد عن الإمام الرضا عليه السلام الإيمان واعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان والحاصل أنا عبدناه فاستبغنا بصبغته ولكنكم لم تعبدوه فلذا استبغتم بصبغة أخرى فضللتم لأنه لا توجد صبغة أحسن من صبغة الله تبارك وتعالى وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام في تأويل هذه الآية صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة قال الصبغة معرفة أمير المؤمنين عليه السلام بالولاية في الميثاق وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام وقال الصبغة هي الإسلام وصلى الله على محمد وآله الطاهرين